نظمت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بمنطقة توصون التابع لمركز ومدينة الإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث تم الكشف على ما يقرب من 650 مواطنا وضمت القافلة تخصصات طبية مختلفة ومتنوعة بجانب تقديم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية وصيدلية متنقلة تتوافر بها كل الأدوية كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية لإجرائها مجانا وتأتي تلك القافلة ضمن خطة القوافل الطبية المجانية التي تنظمها الوزارة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقافلة معي معظم التخصصات الطبية البطنة الجراحة الأنف والأذن الجلدية بجانب العزوم معي أجهز للأشعة مع ملدم وتفاليات بجانب وجود صيدلية بها أكتر من 90 صنف من العلاج الحالات التي تحتاج إلى إحالة يتم التنصيق مع مؤسسة حياة كريمة الإحالة للمجمع الطبي ومستشفى أبو خليفة